تطوير منظومات النقل كان من أهم الملفات التي أولت لها الدولة اهتماما خاصا حيث حققت العديد من الإنجازات على مدار نحو عشر سنوات من العمل الزميل مصطفى ميزار يستعرض أهم تلك الإنجازات التي تمت خلال السنوات الماضية إنجازات متميزة شهدها قطاع نقل خلال قرابة عشر سنوات في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية تسريع وطيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة النقل في مصر بما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة إلى المواطنين والارتقاء بمستوها الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بكافة قطاعاتها المختلفة خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية عام 2022 بلغت تكلفتها الإجمالية 1.957 تريليون جنيه في مجال الطرق والكباري بلغ إجمالي الأطوال المنفذة في المشروع القومي للطرق 5.800 كم من إجمالية 7.000 كم طرق جديدة مخطط إنشاؤها وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة في المشروع القومي للطرق الحالية 7.800 كم من إجمالية 10.000 كم مخطط تطويرها وازدواجها من شبكة الطرق الحالية بالنسبة لمحاور النيل فقد بلغ إجمالي عدد المحاور التي تم تنفيذها 51 محورا كما بلغ إجمالي عدد الكباري العلوية والأنفاق المنفذة 2415 كبري ونفق تم الانتهاء من تنفيذ طرق ضمن مبادرة حياة كريمة بإجمالية أطوال 283.5 كم وأما في مجال متر الأنفاق والجر الكهربائي تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بإجمالية تكلفة وصل إلى 43.1 مليار جنيه في الوقت ذاته بلغ إجمالي تكلفة المشروعات الجاري تنفيذها في مجال متر الأنفاق والجر الكهربائي 716.1 مليار جنيه هذه الطفرة والتي شهدها قطاع النقل ساهمت بصورة فاعلة وكبيرة في تطوير المنظومة والارتقاء بجودة خدماتها لتتحقق أعلى معايير الأمد والسلامة